اشتركوا في القناة للإرهابي معربا عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا وتمنيات جلالته بالشفاء العاجل للجرحة وأكد جلالته أن هذا العمل الإجرامي تنافى مع كافة الشرائع السموية والقيم الإنسانية معربا جلالته عن تضامن مملكة البحرين الكامل مع جمهورية فرنسا الصديقة في هذه الظروف الصعبة ودعمها لكل ما يتطلبه الوضع لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه مشددا جلالته وقوف المملكة مع المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره